بسم الله الرحمن الرحيم مازلنا مع شابتر 5 centrifugal pump ومازلنا مع الجزء الخاص بالdesign and calculation في هذا الجزء ان شاء الله هنتكلم على velocity diagrams كيفية رسمه والefficiencies الخاصة بالpumps نبدأ بالvelocity diagram طبعا علشان نرسم الvelocity diagram نتذكر مع بعض ان الvelocity diagram يتكون من ثلاثة اضلاع رئيسية الضلع الاول هو سرعة المائع سرعة المية في الدخول او الخروج والضلع التاني هو سرعة الريشة نفسها والضلع الثالث هو السرعة النسبية بين السرعتين الميل بتاع الريشة زي ما قلنا قبل كده ان الميل بتاع الريشة هو بيمثل ميل سرعة الريلاتيف فاحنا لو حبينا نرسم مسلس السرعات فخلينا نتخيل كده لو عندنا ريشة من النوع اللي هي الbackward والي يكون اتجاهها بالشكل ده واتجاه الدوران في هذه الحالة هيبقى بهذا الشكل زي ما اتفقنا هيبقى الدخول عند القطر الصغير يبقى الموازي للريشة في هذا الاتجاه يمثل الريلاتيف فلوستي يعني الVR 1 اتجاه الU بيبقى مع المماس اتجاه سرعة الريشة نفسها وبياخد هذا الاتجاه اللي هو الU 1 طبعا اللي بيقفل المسلس في هذه الحالة الV 1 اللي هي سرعة المية في الدخول ودايما بنتعمد يكون الديزاين بتاعنا يخلي الV 1 دائما واخد زاوية قائمة اي راديا الفلو لان ده بيعطي اقصى باور منتجة من اقصى باور تعطى للمائع المتحرك نيجي بقى بالنسبة للخروج الموازي للريشة ايضا هو الV R بس في الخروج ويه اللي بيوازي المماس الU وطبعا الU كيمتها اللي هي الU2 بتعتمد على الN لان الU بتساوي باي في D في N على 60 فلو عدد الR بM لو السرعة زادت الU دي طولها بيزيد لو السرعة قلت طولها بيكون اقل تبقى للديزاين اللي بيتم ويه اللي بيقفل المسلس في هذه الحالة اللي هو الVR الV2 الV2 نفسها الAbsolute الVR2 بتبقى ميلة بزاوية بتسمى بيتا 2 اللي هي في الخروج في حالتنا في حالتنا دي بتكون البيتا 2 اقل من 90 اللي هي تسمى الBackward الV2 لو حللناها لمركبتين تدينا مركبة مع الRadius الRadial السرعات في الدخول هيبقى سابت بهذا الشكل ودايما تكون قائم وفي الخروج بيبقى بهذا الشكل ولكن هذا الشكل فقط مع الBackward لما نحب نحسب الهيدروليك باور transferred from the impeller to the water هنقدر نقول الهيدروليك باور بتساوي ρ في Q في VU2 في U2 minus VU1 في U1 القانون ده الاصل بتاعه ان القوة المؤسرة على اي مائع متحرك بتساوي rate of change off momentum rate of change off momentum قيمة القوة دي لو احنا حسبناها بتساوي لو حسبناها وضربناها في الماس في الوريت هتقدر تدينا الباور اللي هي من هذا القانون وطبعا احنا تعمدنا نخلي دايما الفلو اللي بيخش لل impeller بيكون راديل وده بيخلي قيمة VU1 بتبقى بصفر والمعادلة دي بتسمى اويلر اكويشن وفي هذه الحالة الباور يمكن حسابها على انها رو في كيو في VU2 في U2 قيمة الباور دي هي الباور المنتقلة من الامبيلر الى المائع المتحرك علشان احتكاة احتكاة ميكانيكي وبالتالي هذه الباور تنتقل الى المائع فتبقى في صورة رو في كيو ثيوريتيكل في VU2 في U2 ناقص VU1 في U1 وبنقول هنا كيو ثيوريتيكل لان الفلوريت هناك في هذه الحالة نظريا لان الاكشوال الفلوريت اللي بتحسحابه البامب مش هو الكالكوليتد زي ما بيتم ولذلك بيكون عندنا حاجة اسمها volumetric losses وبالتالي الاوتبوت باور او الباور اللي بياخدها المائع فعليا بتبقى رو في كيو اكشوال في VU2 في U2 ناقص VU1 في U1 ولكن هذه الباور نتيجة مرورها او مرور الفلو على سطح الريش بيحصل نوع تاني من اللوسز يسمى الهيدروليك لوسز وبتبقى الاوتبوت باور النهائية بتاعتي اللي هي رو جي اتش في كيو اكشوال لو اسمنا القيمة دي على دي هنحصل على اول اول efficiency عندنا وهي mechanical efficiency ولو اسمنا هذه القيمة على هذه القيمة نحصل على volumetric efficiency ثم دي على دي تعطينا الهيدروليك efficiency طبعا لو اسمنا اخر حاجة على اول حاجة اللي هي الاوتبوت النهائي على الانبوت نحصل على overall efficiency وهي تبقى الرو جي اتش في كيو اكشوال على الpower shaft وكذلك يمكن حساب overall efficiency من حاصل ضرب mechanical efficiency في volumetric efficiency في الhydraulic efficiency